بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نبلش معكم أكيد مستحر بمعلمة الاجتماعيات اليوم رح نبلش بدرس المساءلة فالمساءلة خلينا نحط العنوان هون يريت نحط التاريخ عشان أعرف إنكم حضرتوا الفيديو 17-3-2020 كمان بدنا نحط العاصمة وإنتو بتعرفوا اللي هو عاصمة هذا الأسبوع اللي هي خترتها إنها تكون الهند الهند عاصمتها نيو ديلهي أوكي؟ طيب إذن المساءلة المساءلة هي يعني أول ما تيجي كلمة مساءلة بالامتحان حط كلمة هي تحمل المسؤوليات لما أنا أكون شخص مسؤول لما أنا أكون شخص أنا أكون شخص إيش مسؤول نحط تحت خط هاي بكون وخاصة مسؤول يعني أني أنا بتحمل المسؤولية باحترم الالتزام هذا بكون هو مفهوم المساءلة إذن المساءلة هي تحمل المسؤوليات واحترام الالتزامات عشان نشوف اتبعوا معي بالكتاب اللي هي صفحة صفحة 42 ها هي معنى المساءلة طيب هلأ بنفتح على صفحة 43 صفحة 43 بيحكي لنا عن أنواع المساءلة أنواع المساءلة أول نوع اللي هو مساءلة المتعلقة بالفرد نفسه يعني الضمير هي مساءلة الضمير للإنسان يعني لما ضميرك يأنبك لأنك عملت إشي غلط ها هي تعتبر مساءلة مساءلة النفس يعني أنك أنت تسأل ضميرك هل عملت صح؟ هل عملت غلط؟ فها هي أهم مساءلة مساءلة الإنسان لنفسه تاني مساءلة هي مساءلة الصادرة عن الأسرة اللي هي العائلة يعني الأهل لما يسألوك لما مثلا يعني متعلقة شوي بالأخلاقيات لما يهتموا بالأخلاق اللي عندك مثلا يسألوك ليه عملت هذا الإشي الغلاط ليه هيك هاي بتعتبر مساءلة لازم يكون في متابعة من قبل الأهل لأطفالهم لأسباب أخلاقية لأسباب مثلا لمصلحتهم مثلا يحكو لك مثلا أنه تدرس لما يتابعوك بالدراسة هاي اسمها متابعة متابعة إيجابية كمان عندنا ثالث واحد اللي هي المساءلة المجتمع بصورة عام للفرد يعني المجتمع هو يسائل الفرد طبعا هاي متعلقة بالعادات والتقاليد يعني الإنساء الفرد اللي بيخرج من العادات والتقاليد المجتمع إلى حد ما بيسائله مثلا الفرد اللي بيعمل إشي سلبي إشي غلط برضو نفس الشي المجتمع له حق إنه يسائل هذا الفرد خاصا إذا كان الإشي يعني مش مفيد للمجتمع في عنا المساءلة العامة من الدولة تجاه أفرادها يعني الدولة يحق لها إنها تسألك أنت كفرد لما تحطنا الدولة قانون وإحنا نتعدى القانون وما نمشي عليه بحق للدولة إنها تسألك تسألك ليه هيك عملت هذا الإشي ليه ما التزمت بالقانون زي اللي مثلا عنا معروف اللي بيقطع إشارة الحمراء هذا بالقانون إنه ما بيصير فلما أنا أقطعها تحق للدولة إنه تسائلني لأنه هذا إشي خاطئ في عنا برضو مساءلة من الجهات الرقابية حسب القانون في عنا المساءلة من الجهات الرقابية اللي هي بتكون من مثلا الشرطة من الجهات الرقابية الموجودة عندنا في الدولة بتكون هاي حسب القانون أكيد في عنا هلأ اللي هي صفحة أربعة وأربعين اللي هي أذكر العوامل المؤثرة في عملية المساءلة مية أش العوامل اللي بتأثر في مساءلة الإنسان لنفسه أو مساءلة المجتمع لنا اللي هي عندنا وسائل الإعلام هاي بتأثر فينا القانون بيأثر فينا ومساءلتنا لنفسنا أو من قبل الدولة وجود أجهزة الرقابية برضو نفس الشي وتطبيق الديمقراطية وتطبيق الديمقراطية برضو لما أكون دولة أنا ديمقراطية مش ديكتاتورية هذا بيعمل طمأنينة للإنسان فلما يساءل نفسه أو يكون عارف أن الدولة سألته بهذا الشيء بكون هو عارف أنه لأنه هي الدولة عادلة كمان عندنا استقلال القضاء احنا بنعرف أنه في عندنا ثلاث سلطات في الدولة سلطة تشريعية تنفيذية قضائية ومنعرف بأن السلطة القضائية هي مستقلة كل الاستقلال عن السلطة التشريعية والتنفيذية لأنه ما بيصير القضاء يكون متعلق بجهة معينة فلازم يكون مستقل فكلما كانت الدولة مستقلة بقضائها كلما كانت عملية المساءلة عادلة أكتر في عندنا صفحة 45 اللي هي فوائد المساءلة فوائد المساءلة شو فوائدها؟ لما أنا أسائل نفسي لما أنا المجتمع زي هون الصورة عشان يعني هيك شوي تذكروها لما هون مثلا المساءلة مثلا مدير بالشغل هون لازم تكون عملية المساءلة موجودة بكل مناحي الحياة بالشغل بالبيت بالمدرسة فشو فوائدها شو فوائد المساءلة أول فائدة إنها بتطور العمل كلما كان في رقابة كلما كان فيه تطوير للعمل كمان هيك بتحقق العدالة بيكون لكل عادل كل عارف واجباته لكل عارف القوانين ما حدا أحسن من حدا كمان تنتشر النزاهة في العمل النزاهة قلنا هي الإخلاص وإذا بتتذكروا لما قلنا الشفافية هي الوضوح ومثلت لكم إياها على الشباك إنه الشباك شفاف فواضح إيشي لورا فالشفافية هي الوضوح والنزاهة هي الإخلاص فكلما كانت فيه عملية مساءلة من الشغل اللي أنا فيه أو من البيت كلما أنا كنت أكتر مخلصة بشغلي بسلوبي كمان تسهم كمان آخر إشي في الحفاظ على المؤسسة أكيد كل المؤسسة بيكون فيها عملية مساءلة كلما كانت أفضل وبتعطي أكتر في عنا هون حل أسئلة يرد تعملوا سكرينشوت أو توقفوا الفيديو وتنقلوهم عشان لما نرجع إن شاء الله من جديد عليكم حلينا وبس يكون علمنا إنه بس يتم تصليح الدرس إن شاء الله بنشوفكم على خير ومع سلامة